ترجمة نانسي قنقر عادي قاعدنا نستنى في أخي فايسل، لكنه لم يأتي لم يأتي، لم يأتي، وأمي توترت قالت، كيف يأتي أخوكم؟ لماذا؟ نحن هكاكا ونسمعه في البيب يضرب قوة نحن نحن، كيف يأتي البيب بطريقة هذيك؟ نحن صغار حرجنا نسكن الجراء دخلت علينا مجموعة لم تتصوروش، يعني قادش من واحد سلاحات، والبوليسية تضرب في البيبين، حصرونا في بيت، وين هو أخوكم عبد راوف؟ وين هو هذا؟ أخي وقت هريقا دخلوا للبيت، كسروا بيب البيت، ودخلوا ويضربوا فيه قديمنا، نحن نشوف فيهم ويضربوا فيه بسبب تمتاحهم على سقيه قوم، 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 قمف جوع، هو شنية، فما قالوا له وانسي اسمك عبد راوف، قالوا همي؟ هزوهن ذكرها كيفيش هكا، كيف ينقلوه، يعني من حويجو وخرجوها بقوة، نحن 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 نخذر بعضنا، وقعدنا هكا، فيه من الكلها محلولة، خذروا واحد منهم لحوتي الصغار، قالوا هم تحركوا بقياعكم، ومترونوا ما نعمل لكم، وشد عليهم الفرد، تفجعنا، نحن أول مرة نشوفوا سلاح، ما معناها، كيكا سلاح؟ عشنا في حال تراب، غزوهن، ونحن نحن في حال ذهول، أمي واقفة منجمتش تقول حتى شيء، بابا هو يقول لهم، يقولوا تنقلك عليها، يا حاج تنقلك عليها، ما زالوا كي يخرجوا هم، ونحن ندخلون بعضنا في النهار هذيك، بعد ذلك، كما نقول، نحن 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 ساعة ونصف تقريباً، عودت جيتنا مدهمة أخرى، ما زلنا نحن نلموا في الشوتات الأفكار متاعنا في الدار، وفجأة ندهمنا مجموعة أخرى ما نعرفوا كيف، بصلحات، ويضربوا في الباب، وغيروا معهم بخويا فايسل، وقالوا يضربوا في رادس، دخلوا إلى الدار، وقد قلوا انت ترقد، وين هم الكتب منك، وين هم أخذتك والأخرين، ونحن نسخدرهم، ونحن نضعوا إلى المكتب، وين نضعوا، نحن ندخلهم، قالوا هم هذه الأدوات، وقتها عمتها بكالوريا، يشد في الكتب، ويقتع فيهم، ونذكرها كما توا، هذا الكتب، ويضربها، وعيتي سيح الراجل يقول هذي اللي خرب لكم الأفكار متاعك هذ كتب بسي كتب قرائي عادي كتب انتع فلسفة كتب انتع عربية يهز ويبدأ يرمي فيه يقولوا هذا اللي يهلكلك الأفكار متاعك لما كالكتب ذيك بطريقة وحشية لموا في الكتب أمي خذرت لهم كيف يلموا في الكتب وخافت هكا علينا ده ذات ما قلت لنا أقعد وانتوما في البيت لهنا ما تتحركوش كانت كتبata اشتركوش